الكثير من العلماء يا أخي ويا أخي والمكترعين والناجحين اتهموا بالجنوب والغباء أجلكم الله لكنهم آمنوا بخدراتهم ولم يوقفهم كلام الناس فغيروا العالم ولم يصروا لأحد كائنا من كان ولم يضعوا حدودا لرؤيتهم يا رب يا الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المحترمين كيف حالكم إن شاء الله تمام الأمور تمامي صحة تماما إن شاء الله اللهم أمين يا رب العالمين يا محترمين يا محترمين هذا النموذج السادس هذا اخترت في المواضيع اللي لهاها قبل användة الرابعة والتاسعة والعاشرة يعني هذا طالب الفروع المهنية الآن لو حضروا بيكون شيء ممتاز طالب الفروع المهنية كمان имеют نموذجين اللي هو الأول والثاني فروع مهنية الآن لكن هذا لو أخذوا ممتاز طيب طالب فروع مهنية مشتهد زيادة بده كمان نماذج الأكاديمية الأول الثاني الثالث الرابع الخامس دير بالك دير رب عليها ملكاش علاقة فيها الآن ليش لأنه السيداتها مخلطة مخلطة من باقي كل الوحد إما هذا النموذج السادس والنموذج الأول والثاني للفروع المهنية طالب الفروع المهنية بإمكانه يحضرهم كاملات هذول الله يرضى عنكم يا رب نبدأ إن شاء الله مع نويات عالية جدا أذكر يا أهل الخير إحنا هون مش في صدد أنك تحل معي ما بدي تحل معي الله يرضى عنكم يا رب أنا ما بعرف متى بتشوف الفيديو بس بديش تحل معي بدي بس تشوف الحل أني بعرف أحل ولا لا الله يرضى لي عنكم نبدأ بسم الله هذا ليس شرح وإنما حل فقط لا غير ميجا بروجيكس اللي هي قطعة مصدر سيتي طبعا أكيد الآن ميجا بروجيكس هذا اللي هون اللي هو التعريف اللي هو مدينة مصدر الآن which are designed والتي هي تصمم which اللي هي أي شخوان اللي هي الميجا بروجيكس والتي تصمم الآن سبب بنائها سبب بنائها اللي هو construct معناه اللي هو البناء يعني الآن the reason أو reasons behind its construction أو اللي هو من وراء البناء بناء بدون الأس الآن واحد اللي هي تنكرج economic growth واحد اللي هو تشجيع نمو الاقتصادي واثنين bring new benefits to cities اللي هي جلب الفوائد الجديدة للمدن طيب الآن although قلنا معنا although هاي اللي هون على الرغم من ووظيفتها opposition أو contrast الآن although mega projects vary in terms of size and cost الآن vary بمعنى different different بمعنى أيش يا محترمين بمعنى اللي هي تختلف إذن vary بمعنى different يعني تختلف إذن size و cost اللي هما A و B هذول عبارة عن أيش يا أخواني هذول اللي هما differences اللي هما الاختلافات هلا they are all إنهم جميعهم expensive public الآن projects كلهم عبارة عن expensive اللي هي مكلفة و public اللي هي أيش يا أخواني اللي هي يعني عامة مشاريع عامة that attract والتي تجذب هاي اللي هون اللي هي C تجذب الآن high level of interest and media coverage اللي هي تغطية إعلامية أوكي هلا الآن لاحظوا ملاحظات في عنا differences وفي عنا اللي هي similarities differences اللي هي الاختلافات وال similarities اللي هي التشابهات هلا بعد إيك أعطانا examples اللي هي أمثلة على mega projects أو forms forms معناها إيش اللي هي أشكال أو examples الأمثلة على mega projects فبحكي لنا ممكن تكون motorways airport stations tunnels bridges إلى آخره وممكن تكون entire city complexes إلى مجمعات مدن كاملة طيب الان مفهوم المشروع الضخم is always based on the benefits الآن معتمد على اللي هي الفوائد it brings الآن it بتعود على اللي هو إيش أخوالي اللي هو الميجا project بتكن تنتبهوا أنه مفرد الآن متى بحكي عن المشروع الضخم إنه المشروع الضخم والله إشي ممتاز جدا إذا كان يجيب فوائد اللي هو للمدن however إلا أنه معظم المشاريع have been criticized يا ربي شو مهمة الكلمة هاي have been criticized بمعنى تنتقد هلا تنتقد ليش because of their negative effects on community or the environment بسبب اللي هو تأثيراتهم السلبية الآن because of هاي وظيفتها cause أو reason بيجوارها جملة اسمية اللي هي نفس أي شيء يا محترمين نفس do to نفس do to الآن because of نفس do to because of the negative effects تأثيراتهم السلبية on a community or the environment لاحظوا كلها هاي جملة اسمية هاي اللي هون جملة اسمية خالية من إيش من الأفعال طيب الآن هاي المقال راح تحكي عن اللي هو مصدر سيتي مصدر سيتي which began its development بدأت تطورها الآن في 2006 common era هتكون اللي هي الآن world first carbon neutral هاي اللي هون اللي هي الصفة الأولى أو الإيجابية الأولى لمدينة مصدر الآن carbon neutral معناها حيادية الكربون محايدة الكربون carbon neutral حيادية الكربون طيب الآن zero waste هاي اللي هون اللي هي خالية جلكم الله من النفايات هاي رقم اثنين الآن artificially created سيتي وانتبهوا لتركيبة هذا الاشي اللي هون artificially created artificially شحطة created معناها منشأ صناعيا هاي اللي هون اللي هي رقمها ثلاث طيب بتغطي مساحة ستة كيلو متر مربع وينت اس كومليتد عندما تكتمل اللي هي مصدر سيتي أكيد يتوقع منها اللي هي مصدر سيتي يتوقع لاحظ مش هي تتوقع هي يتوقع منها يتوقع منها انها تضم اكثر من اربعين الف رزيدنس مواطن يعيشوا فيها خمسين الف كوميوترز اللي هم مرتحلين الناس اللي بيمشوا ماشي المتنقلين يعني عند الف وخمسمائة بزنسز اللي هم ايش اخوان اللي هي شركات كلهم مشمولين في انفايرومنتلي فريندي برودكس انتبهوا لهذه التركيبة هاي اللي هون انفايرومنتلي فريندي معناها اللي هي منتجات مالها صديقة للبيئة انفايرومنتلي فريندي برودكس منتجات صديقة للبيئة طيب الآن المدينة هاي will run انتير لان انها مبنية او معتمدة على advanced energy grade grade معناها اللي هي شبكة مهمة الكلمة هاي الآن اللي هي شبكة طاقة متطورة متجددة which monitors والتي monitors بمعنى والتي ايش تراقب والتي اللي هي الطاقة المتجددة الشبكة هاي how much electricity is being used مقدار الكهرباء اللي يتستخدم عند كل منفذ في المجمع الآن عشان يقلل وreduce يقلل من carbon footprint اللي هو الانبعاث الكربوني carbon footprint اخواني ميزوا في عنا carbon neutral اشي حلو carbon neutral carbon footprint مصيبة هاد هذا زي التلوث هذا اللي هان carbon neutral محايدة الكربون يعني not affecting ما بتأثر على كمية الكربون الآن carbon neutral عشان يقللوا من التلوث فعملوا procedures اللي هي اجراءات فمدينة مصدر حتكون car free zone منطقة خالية من السيارات مصممة للبدستري اللي هم المين يعني اللي هم friendly اللي هي صديقة للدراجات صديقة للبيئة يعني الآن electric driverless cars السيارات اللي بلا سائق والكهربائية يعني مش بنزين مش على محروقات رح تكون اللي هي public transport vehicles اللي هي مركبات نقل عام and the city will be connected to other locations هاي بسيطة الآن energy will be provided مصادر الطاقة الآن solar power هذا مصدر الطاقة الأول الله يرضالي عنكم يا رب wind farms هذا مصدر الطاقة الثاني اذا solar power وwind farms مصدر الطاقة الثاني الآن biological waste will be used as an energy source لاحظوا energy source مصدر طاقة إذن هذا اللي هون رقم ثلاثة إذن هذون اللي هم energy sources أو power sources اللي هي مصادر الطاقة طيب في معلومة هون جدا مهمة شو هي كمان الآن بحكي لنا عن 80% الآن هاي حيعاد استخدامها أو تصنيعها هاي اللي هي المواد اللي حيعاد استخدامها 80% طيب شو فيه شي غير هيك الآن في شي غير هيك اللي هو industrial waste هاي will be recycled هاي اللي هون رقمها إيش يا حضرات اللي هي بي إذن will be recycled هاي اللي هي بي هذول المواد اللي إيش اللي حيعاد استخدامهم بينما 1 و 2 و 3 هم المواد هذول اللي إيش الله يرضالي عنكم يا رب اللي رح تستخدم كمصادر للطاقة هلا في كلمة هاي يعني من أقوى كلمات المادة بصراحة كلمة desalination desalination اللي هي معناها هاي تحلية مياه اللي هو removing salt الآن إنك تشيل الملح من الماء عشان تستخدم تحلية مياه desalination plant ولاحظوا هذا اسم وهذا اسم يا محترمين مش صفة المحطة إنها محلة لا المحطة محطة تحلية مياه desalination plant اسمين وراء بعض طلابي طلابي اسمين وراء بعض ديروا بالكم طيب الله يسعد لياكم يا رب يهدي بالكم هلا there are many procedures في إجراءات الآن implemented ما عرفت معناها عادي to reduce carbon footprint اللي هو تقليل الإنبيعات الكربونية شوما الإجراءات اللي حكيناهم قبل شوي من عند مصدر city will be a car free zone هاي كذا كذا لعند اللي هي vehicles هاي هذا كله اللي هي الإجراءات اللي تم عملها عشان نقلل الآن الcarbon footprint الآن will be implemented بمعنى ستطبق يعني ستطبق الآن will be implemented ستطبق طيب الكاتب بيحكي لنا عن فائدتين لإنشاء المشاريع الضخمة هل فوائد إنشاء المشاريع الضخمة جاي في البداية اللي هو to encourage economic growth and bring new benefits to cities طيب مصدر city will be provided مدينة مصدر راح تزود بالإنرجي بالطاقة من أشياء ثلاث مصادر اللي حددناهم واحد اثنين ثلاث نجد كلمة الآن معناها يا أخواني the process of removing salt إزالة المي desalination ما بيهمني تكتب معي إجابات هسا مش وقت أخواني بيهمني فقط أنا خلص معرف الجواب وانتهى الآن according to the text waste will be processed الآن حسب النص الآن بعيد عنكم أجلكم الله الفضلات راح الآن يعاد استخدامها by innovative ways الآن بطرائق اللي هي مختلفة نكتب هاي اللي هي الطرائق الله يرضالي عنكم يا رب الأشياء اللي حيتم إعادة استخدامها يعني أنه حيعاد اللي هو recycling لكذا و recycling لكذا الآن هذا سؤال تفكير ناقد كمان شوي أخواني أنا يعني بعمل مصور شوي بعمل شط الله يرضى عنكم بوقف برد بعدها بالفترة هذيك بكتب الإجابات عشان ما أأخذ من وقتكم إجابة سؤال رقم 6 كمان شوي الآن the Arab world هاي اللي هي بنعرفها اللي هي تاعت الإسلامي الانجازات اللي هي الإسلامية في التاريخ الآن the Arab world has many famous chemists في كيميائيين مشاهير في تاريخه in its history في تاريخه تاريخ مين تاريخ اللي هو the Arab world في تاريخ ال Arab world في تاريخه the Arab world طيب الآن the person who's known لكن الشخص the person who's known المعروف as the founder of chemistry founder بمعنى مؤسس هاي الكلمة مهمة الآن founder مؤسس الكيمياء هو جابر ابن حيان بعدها مباشرة اليوم ما إنجازاته سهلة قطعة جدا هاي الان he's most well known هو معروف for the beginning الان هاي اللي هون رقم واحد هو معروف في البدء في the production of sulfuric acid حمض الكبريتيك واحد الان ولي بعدها رقم اثنين he also built a set of scales صمم موازين which والتي which اللي هي a set of scales a set of scales والتي غيرت the way in which الطريقة التي بها the way in which وفي المصطلح the way in which الطريقة التي بها الان chemists الكيميائيين weight items الان وزنوا الأشياء في المختبرات اوكي الان الموازين اللي عملها could weigh items ممكن انها هنتزن أشياء أكثر من ست آلاف الان مرة أصغر من الكيلوغرام يعني هذا وزنه كيلو لو قسمته لأكثر من ست آلاف مرة سبع آلاف مرة وتحط واحد من السبع آلاف على الميزان اذن الميزان اللي عمله كان ماله كان اللي هو ايش كان accurate وaccurate معناها ايش اللي هي دقيق طيب الآن علي ابن نافع is also known as zaryab علي ابن نافع هذا تاع اللي هو الغناء الآن معروف باسم اللي هو الزرياب هذا title اللي هو اللقب الآن blackbird because of الآن because of حكينا اللي هي نفس ايش اخواني لنفس do to بسبب بسبب هاي بيجي والله جملة شمالها اسمية الآن because of his beautiful voice بسبب صوته الجميل اوكي he was a gifted pupil كان طالب gifted معناها الآن موهوب of a famous musician لي موسيقار مشهور من بغداد وقد كانت موهبته talent اللي هي ability أو اللي هي skill يعني ability معناها القدرة أو الموهبة ability skill ولقد كانت موهبته للموسيقى اللي قادته لقرطبة في القرن ninth century انتبهوا مشتقات ninth century tenth century eleventh century توجيه ninth century الآن كان ضيف اللي هو الأميد رولر اللي هو الحاكم الأموي he is the person من هون إنجازاته هو established الذي أسس أول مدرسة موسيقى في العالم في قرطبة ودرس فيها اللي هي musical harmony and composition هذول الكلمات من أهم الكلمات في المادة harmony and composition composition معناها اللي هو كتابة اللحن هاي كتابة اللحن الآن والharmon اللي هو إيش الانسجام الانسجام التناغم يعني الآن تابع لإنجازاته revolutionized بمعنى he changed revolutionized بمعنى اللي هي to completely change أن يغير وبشكل كامل إذن هو غير musical theory النظرية الموسيقية وهو الشخص الذي قدم العود لأوروبا طيب الآن جابر بن حيان contributed to science الآن ساهمة سا ه ما في العلوم في أشياء كثيرة جدا إنجازات جابر بن حيان بعرف أطلع هترجع لها شاء الله يحميكم يا رب علي ابن نافع has contributed to music ساهم في مجال الموسيقى تعرف أطلعها خلص نجد كلمة معناها someone who has a lot of knowledge شخص عنده معرفة كثير about many different subjects اللي هي polymath هاي الكلمة polymath شخص بيعرف كثير شغلات الآن polymath هس polymath أنا مش كاتبها بالقطعة مش ما أخذ كل القطعة الآن polymath يعني هو لما يجيب لي سؤال بتكون موجودة الكلمة تطمنوا يعني الآن بس لازم نعرف الجواب اللي هو جواب هاللي هي polymath polymath متعدد الثقافات طيب الآن ابن بصال قطعة ابن بصال كان writer scientist engineer هذول التلس شغلات هذول اللي هون شو هذول اللي هما areas of knowledge areas of ايش يا محترمين of اللي هي knowledge اللي هي مجالات العلوم writing الكتابة science العلوم engineering الهندس إذن writing لو سألني أو ابن بصال was a writer أو he was a writer ما بتفرق الآن بدي أكتوبها بس اللي هي writing science من scientist عالم science ومن engineer engineering إذن هاي اللي هي areas of knowledge مجالات المعرفة عاش في الأندلس in the 11th century now notice لاحظوا 11th century 9th century 10th century he worked in the court of المأمون who was the king of Toledo الآن عمل فيه اللي هو court of المأمون اللي هي هون بمعنى بلاط أو قصر المأمون court معناها محكمة معناها لا أكثر من معنى هون بمعنى اللي هي ايش أخوان اللي هي بلاط المأمون who was the king of Toledo والذي كان ايش يا حضرات والذي كان ملك Toledo طيب الآن his great passions اللي هو الشغف الرئيس اللي عنده كان في البوتني بوتني تعريفه ايش هو بوتني اللي هو علم النبات علم النبات البوتني علم النبات الآن والذي هو دراسة النباتات والزراعة بوتني علم النبات دراسة النباتات واللي هو ايش أخواني والزراعة although he was a great scholar كان الآن هو باحث كاتب إلا أنه كان شخص practical شخص عملي وكل كتابات واجت من خبرتوه hands on experience of working الآن في العمل في الأرم طيب الآن one of the many things إحدى الأشياء اللي يبن بصال achieved was a book of agriculture هذا كتاب في الزراعة الآن لما أجي أحكي له الإنجاز الأول شو لازم نكتب له هون إذا منذكرين إخواني اللي هو writing a book of agriculture كتابة كتاب في الزراعة writing a book of agriculture كتابة كتاب في الزراعة طيب الكتاب يتكون من 16 فصل 16 chapters which explain which explain اللي هي which بتعود على 16 chapters اللي هم 16 فصل والتي which explain how best to grow trees الآن أفضل الطرق لزراعة الأشجار fruit vegetables as well as herbs الآن and sweet smelling flowers هاي أنواع trees سؤال صف رابع and perhaps the most famous chapter of all was the one that described how to treat different types of soils أهم أهم فصل من كل الفصول هاي الفصل اللي بيحكي أنه كيف تتعامل مع اللي هي أنواع مختلفة من التربة طيب الآن by finding underground water and digging wells إذن هاي اللي هون طرق اللي هي الزراعة طرق سقية المزروعات irrigate معناها يروي أو يسقي by من خلال إذن اللي بعدها مباشرة ما بتتوى finding underground water إيجاد المياه استخراج المياه الجوفية وحفر الأبر الآن هذا الإنجاز اللي بعده he designed water pumps and irrigation systems الآن he designed water pumps مضخات المياه and irrigation systems وأنظمة الري انتبهوا انتبهوا irrigation systems هاي اللي هون اسم يعرف اسم آخر irrigation systems اللي هي أنظمة إيش أنظمة الري irrigation systems طيب all of these things were passed on through his writing كل هاي الأشياء تم تمريرها من خلال إيش من خلال كتاباته طيب الآن ابن بصال has many achievements له إنجازات كبوتنست أعطيني اثنين من إنجازات ابن بصال حكينا ثلاث عنهم discover two discover اكتشافين يساعدوا في سق المزرعات حكيناهم يا أهل الخير الآن find a verb الآن نجد اللي هو فعل في الفقرة الثانية معناته supply land with water اللي هو irrigate نفسه irrigate نفسه الآن هاي القطعة هاي مش قليل أديروا بالكم هاي اللي هي قطعة الآن الأخيرة الوحدة العاشرة آخر قطعة اللي هو stepping into the business world اللي هو الخطو نحو عالم الأعمال الخطو نحو عالم الأعمال هاي سأشوف يلا يا أهل الخير يلا المحترمين الآن business studies اللي هي دراسة الأعمال هذا تخصص والتخصص مفرد يا محترمين is a popular choice هو خيار مشهور جدا for students للطلاب who are choosing a degree course اللي بيختاروا دراسة شهادة دراسية شهادة جامعية في المملكة المتحدة هلا بعد التخرج سم الآن في عنا هون هذول اللي هما بنسميهم اللي هما choices الخيارات ممكن نسأل عنهم بـ options الخيارات وممكن نسأل عنهم شو هما two paths اللي هما المسلكين ايش هما المسلكين هاي هم يا أخوان الله يرضى لي عنكم two paths المسلكين الآن بس يخلص الطالب الآن دراسة جامعة إما بيكمل دراسة عليا أو بيأخذ اللي هو توظيف يمارس التوظيف employment التوظيف على many large companies الشركات offer graduate training schemes اللي هي خطة تدريبية للخريجين which والتي هي ايش هي التي اللي هي training schemes اللي هي الخطط التدريبية which are a kind of apparent ship والتي هي نوع من أنواع فترة الامتهان أو التدريب فترة الامتهان أو ايش التدريب الآن ذهبنا لنقابل اللي هما الـ interviewers مثلا أو الـ presenters اللي هما أو الجرناليست الصحفيين ذهبنا لنقابل 22 year old ريكي مايلز ريكي مايلز اللي عمره 22 سنة اللي هو على وشك أن يتخرج how long have you been studying قديش صار لك يا ريكي مايلز زيون اللي هو ريكي مايلز بتدرس اللي هو الـ business studies فبحكي إنها تخصص من كم سنة يا أخوان اللي هي أربع سنوات أوكي 4 year course الآن including two periods فترتين من الwork experience each one كل فترة one بتعود على a period a period بدون الأس a period of work experience ليش هما فترتين كل واحدة كل واحدة يعني a period of work experience lasted استمرت 6 months كل فترة خبرة عملية 6 أشهر الآن هما ثنتين معناها 12 شهر إذن هون يا أخواني اللي هو قضاء اللي هو كورتر بمعنى اللي هو ربع من فترة دراسته في الخبرات العملية أوكي in the same year they were not in the same year ما كانوا اللي هما two periods of work experience الخبرة العملية الطلاب في اليونيتد كينغدوم يختاروا اللي هو two paths واحد من المسلكين حكيناهم الآن according to the text miles has to wait for a job interview هاي حان نجاوب كمان شوي إن شاء الله الآن هاي الله يرضى لي عنكم يا رب هذا من الأسئلة في سؤالين كنت ناسيهم بالمكثف إذا من ذكرين تفكير ناقد وحكيت وعد إن شاء الله إلا حطهم بالنماذج وحطيتهم حليت واحد فيهم وهذا اللي هو الثاني هنحله بعدين بعون الله هلا بعد هيك اخواني كانوا بيسألوه عن اللي هي وظيفة بيحكي لنا الآن الآن الوظيفة العمل المدفوع هذا استفاد منه شغلتين even more money to get even more money إنه يحصل على مصاري أكثر وto get even more experience اللي هو يحصل على خبرة أكثر إذن شغلتين اللي حصل عليهم من خلال هاي الشغلة هل أشتغل في شركة شغلت الأولى ديروا بالكم الآن كمتدرب كان إشي وكموظف شيء ثاني متدرب اكتبوا هالكلمتين عندكم بالله عليكم الآن intern هاي معناها اللي هي متدرب كمتدرب كمتدرب كان له وظيفة والشغلة الثانية اللي هي لما كان employee employee هاي اللي هون اللي هو كموظف الآن متدرب وهاي موظف هلأ كمتدرب كان اللي هو watching different people إذا متذكرين الآن بيتبع للناس بشكل عام watching their calculation والتشريك checking their calculation التشريك على حساباتهم هذا كمتدرب انتبهوا إما وظيفة الرسمية كموظف لا اختلفت وظيفة الرسمية كموظف كان في sales department كان بيتابع اللي هو sending برسال يعني اللي هو further information معلومات أكثر لpossible clients لعملاء محتملين أو زباء محتملين وكان بيرد على إشي اسمه web inquiries اللي هي استفسارات الإنترنت إذن سألتكم بالله لما اتدرب كان شغلته بس بيتبع على الناس بشكل عام ومعاملاتهم وحساباتهم لما أجأ كموظف اختلفت شغلته إذن شغلتين فيه له كم متدرب وكموظف إذن الجاب الرئيسية له الوظيفة الرئيسية في sales department ديروا بالكم انتبهوا منها سبع مواد الآن سهلات جدا وربعض كلهم وفي مادة من المواد كان فيها تفرعات المادة اللي كان إلها تفرعات شوية كانت اللي هي المانيجمنت اللي هي الإدارة كان العلاقة في المانيجينج ستاف اللي هو إدارة شؤون الموظفين كان العلاقة how to deal with conflict كيف نتعامل مع الخلاف وكان العلاقة بكلمة recruiting اللي هو التوظيف ديروا بالكم recruitment اللي هو التوظيف التوظيف طيب الآن هاي الجزئية العلاقة باللي هو countries imports and exports اللي هي الصادرات والواردات الآن first let's look at exports دعنا نبحث في الايش في الصادرات الآن الصادرات الأردن غنية في معدنين الآن البوتاش والفوسفيت هذول عبارة عن اشياء بنسميهم minerals اللي هم المعادن البوتاس والفوسفات and the extraction industry يؤرب بدخيلك شو مهمة هاي extraction industry اسمين وراء بعض اسمين وراء بعض اسم يعرف اسم آخر a noun modifies another noun اسم يعرف اسم آخر الصناعة الاستخراجية الصناعة اسم الاستخراج اللي هو اسم إذن هذول اسمين وراء بعض extraction industry اسمين وراء بعض طيب الآن for these minerals is one of the largest in the world هي أحد الأكبر في العالم not surprisingly من غير المدهش الآن two of jordan's largest exports لو سألنا عن أكبر صادرتين في الأردن فهي chemicals و fertilizers اللي هي المواد الكيميائية وال fertilizers إذن هذول الشغلتين هذول بيروح يصنعوهم من وين يا أخواني من البوتاش والفوسفيت المعادن بيطلعوها بيصنعوا منها chemicals و fertilizers بيصدروهم لبرة إذن هذول السؤال عليهم بس اللي هم المعادن اللي بنصنع منهم هاي الأشياء هذول اللي هون اللي هم exportations اللي هم الصادرات أو export أوكي هلأ pharmaceuticals والكلمة جدا خطيرة هاي كتابة ومعنى من كل الجهات pharmaceuticals product اللي هو الناتج المحلي الإجمالي and 75% 75 اللي هم 3 quarters اللي هم ثلاث أي شيخواني ثلاث أرباع ثلاث أرباع بمعنى اللي هم ثلاث أرباع الآن ثلاث أرباع of Jordan's pharmaceuticals are exported تصدر لاحظوا الآن الآن المحطة مش هي اللي بتصدر حالها يا مالها يا محترمين هي تصدر طيب الآن the majority 65% of the economy is dominated يا الله شو مهمة الكلمة هاي الفعل منها dominate اللي اسم منها dominance dominant الصفة والdominantly اللي هو الظرف منها نتبقوا لها إذن dominated by services كذا وكذا إذن صادرات الأردن بتروح لأوين لإيراك يوسعي اندية سعودية عريبيا إذن هاي الدول اللي الأردن شو مالها بتصدر لها إذن هاي الدول مالها يا حضرات هاي الدول اللي هون الآن بتستورد من الأردن إذن هاي الدول هاي اللي هون الآن import from Jordan import from Jordan بمعنى اللي هي تستورد من الأردن إذن الأردن exports to واحد لأربعة بتصدر من هاي اللي هي تصدر لهاي الدول الله يرضى لي عنكم يا رب طيب الآن معظم صادرات الأردن بتروح لأربعة دول سهل السؤال many of Jordan's fertilizers الأسمدة مصنوعة من معدنين شو هم حكينا فيهم أو سلامة أعماركم طيب الآن biological waste النفايات البيولوجية earn respect اللي هو يكسب احترام يكسب احترام يكسب احترام satisfaction معناها الرضا اللي هو الشعور feeling of satisfaction الشعور بالرضا negotiate معناها يتفاوض negotiate معناها يتفاوض dominate معناها يسيطر أو يتحكم بي dominate يسيطر أو يتحكم بي طيب I get a feeling of satisfaction إذن هون اللي هو satisfaction بس لو تكتب أول حرفين منها وكي الآن الشعور بالرضا اعتبرناها وكأنها متلازمة لغوية when you talk about business لما تحكي عن البزنس عن الشغل and try to do a deal وتحاول تعمل صفقة إذن you you negotiate أنت إيش أخواني أنت تتفاوض you negotiate تتفاوض طيب الآن by working hard بالعمل بجدية you will إيش earn الآن تكسب the respect earn respect of your boss الآن hospitals المستشفيات بحاجة أن تتخلص من إيش البيولوجيكا الويست اللي هي النفايات البيولوجية and it should be carefully managed because it can be dangerous ممكن تكون خطيرة طيب الآن let's translate this passage about English الآن translate غلط about لازم يكون translate إيش اللي هي into translate into services most travel and tourism الآن هاي اللي هون لاحظوا كلها عبارة عن فاعل كلها اسماء عبارة عن فاعل إذن بدي فعل الفعل اللي هو dominate المشتقة هاي مهمة جدا انتبهوا لها جدا مهمة اخواني جدا مهمة جدا مهمة مهمة الكلمة هاي انتبهوا الآن students are fully do to finding solutions ok my father bought our الان house with an inheritance والمشتقة هاي خطيرة جدا ديروا بالكم inheritance معناها ميراث يعني inheritance ميراث في inheritance اللي هو الميراث مصاري وعقارات وإلى آخر وفي legacy اللي هو الارث شو بتترك علم شو بتترك كتب إلى آخر خالد is very far and adaptable الآن very كذا الآن is very كذا and adaptable إذن is very competent and adaptable بمعنى لديه كفاءة competent عنده كفاءة markets have different types of food which are فراغ prepared بين فعل مساعد وفعل رئيسي إذن هيكون اللي هو ظرف اللي هو artificially ظرف if you had done the course الآن had done had verb 3 إذن على type 3 بمأنها على type 3 إذن would have had إذن هون الجواب هيكون would have had حيجي نحتاط واللي بيحل هذا بيحل الضادائرة من نفس الفكرة would have had unless you write unless بديلة قواعديا عن if تماما وكأنها if بالضبط if you write هاي اللي هون write اللي هي verb 1 إذن على type 1 إذن اللي هي won't be able to won't be able to won't be able to won't be able to revise properly الآن water فراغ to eyes حقيقة علمية فورا مضارع بسيط مفرد إذن هون هي هاي اللي هي turns if my father had gone had gone had زائد verb 3 إذن would could might have verb 3 إذن هي 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 هون اللي هي wouldn't وبعدها ايش يا محترمين wouldn't have الآن been wouldn't have been طيب الآن if you win the prize الآن if you win هاي اللي هون verb 1 ومش حقيقة علمية إذن على type 1 how الآن هون will you وبعدها هون اللي هي كلمة spend إذن will you spend the money الآن we will go to our favorite restaurant on Friday حنروح للمطعم المفضل للمكتب المفضل للمدرسة المفضلة إذا ما كانت مغلقة إذن unless it is closed هذا مش في الأبركيس المفروض تكون الآي هيك مش مشكلة الآن if she فراغ yesterday she would not have missed the exam الآن بتطلع هون في عندي would have missed ثلاث شغلات إذن على type 3 type 3 إذن had زائد 3 هاي اللي هون غلط had been hadn't been الفرق بينهم مثبت ومنفي مثبت ومنفي إذن إذن له علاقة في المعنى if she فراغ yesterday لو كانت مريضة مبارح ما كانت إيش اللي هي راح عليها الامتحان لو كانت مريضة ما كر عليها الامتحان ولا لو ما كانت مريضة ما كانت مريضة إذن هي كانت مريضة فراح عليها الامتحان إذن لو ما كانت hadn't been if there is something I don't understand إذا في شيء معين I don't understand إذا في إش ما مش عارف I usually ask I usually ask الآن هون اللي هي I هاي تأخذ اللي هو الverbal الحال I usually ask the teacher الآن الصحراء يا أخواني الآن which is in Africa is too hot إذن which I can't do the exercise I can't do I wish I understood I wish I understood it أنا مش فاهم هذا التمرين أتمنى لو أنني الآن فهمت Jordan needs مضارع مضارع إذن هون هيكون اللي هو إيش الله يرضى لي عنكم يالب if only it had large oil reserves طب لو كانت هاي needed فحتكون هاي اللي هون had had لو كان needed it was too hot to go to the beach yesterday معنى الجملة مهم وسهل كان الجو حار كثير الآن نروح على الشط مبارح if only ya rate لو بس كانت أبرد الآن الجملة زمنها ماضي إذن هون ماضي تام هاي هاز أصلا غلط هاي هاز أصلا غلط had been hadn't been آه معناته هون في معنى في الموضوع الآن it was too hot to go to the beach yesterday كان الجو حار مبارح نروح والله على الشاطع ياريت بس لو كانت أبرد ياريت لو كانت أبرد إذن شو حيكون الزواب اللي if only it had been it had been it had been الآن I am looking at a beautiful view I am looking at a beautiful view and I'd love to take a photo if only I فراغ a camera with me I am looking at زمنها مضارع إذن الأصل تكون هون ماضي إذن if only I had الآن a camera with me I wish I far my passport I can't travel now I wish I far my passport passport اللي هو أي شي أخواني الله يرضى لي عنكم يا رب يهدي بالكم إن شاء الله اللي هو جواز السفر الآن أتمنى لو كذا جواز السفر الآن كملوا تكملة الجملة شو في بعدها الآن في بعدها I can't travel أنا لا أستطيع السفر الآن معناته أتمنى أني نسيت ولا ما نسيت جواز السفر أتمنى أني ما نسيت جواز السفر إذن حيكون الجواب اللي هو إيش hadn't forgotten الآن I can't travel أنا ما بقدر أسافر هس معناته أنا نسيت ولما دم عليه بالماضي التام إذن هاي اللي هون هيكون I hadn't forgotten الآن فصارت الجملة اتمنى لو أنني ما نسيت جواز السفر I can't travel now طي الآن if they don't park here they will not be given a ticket الآن الجملة نتطلع عليها من زوايا مختلفة الآن if they don't park here الآن تحويل من if إلى unless شق unless يجب أن يكون مثبت إذن they تحذف هاي اللي هون بتنزل تنزل تنزل كل شيء ليش لأنه اتفقنا شغلي على كم نفي نفي واحد فقط يا حذف يا إضافة حذفنا مرة ما بطلع لك لا ترود تحذف ولا ترود الضيف خلاص I regret إذن ثبتت الرؤية الجملة ماضي مليار بالمئة I regret that I didn't prepare well اللي هو ماضي تام فورا أول ما بشوف regret if only I had prepared إذن if only I had prepared well for the interview ليث is my close friend he is the leader of the campaign ليث وفاصلة إذن على درس اللي هو defining and non defining relative clauses الآن ليث نشطب هاي بدل هاي هنحط هون اللي هي هو نجيب ضرب تبادلي هو is the leader of the campaign خلصناها بنحط هون فاصلة ونرجع للشق هذا الموجود اللي هو is my ايش يا محترمين الآن اللي هو close friend الآن شو وظيفة non defining حكينا إذا في زيادة في الاسم في زيادة في الشكل إذا بتعطي اللي هو ايش additional information وظيفة non defining تعطي شيء اسمه additional information أو اللي هو شيء بنسميه اللي هو more detail يعني اللي هو تفاصيل أكثر هاي وظيفة الإيش يا محترمين non defining relative clause non defining relative clause طيب you should not worry that much if I معناها مباشرة فيه should if I إذن if I wear you على النصائح if I wear you الآن I wouldn't worry I wouldn't الآن وبعدها هون اللي هي worry that much I wouldn't worry that much oh no I have forgotten my library book أنا نسيت the library book I wish I بما أنه have verb 3 إذن بنحول لhad verb 3 I wish I hadn't forgotten my library book أنا نسيت والله my library book أتمنى لو أنني ما نسيت you ought to test your vocabulary very often الآن why معناها why don't you أكيد why don't you why don't you بعدين اللي هي test your vocabulary very very often Queen Rania opened the Children's Museum in 2007 in a man the person إذن بنحكي عن Queen Rania the person الآن هو أو that opened the Children's Museum in 2007 common إلا was إيش يا أخواني اللي هي was الآن Queen Rania طيب الآن read the following sentences and fill in the gaps with the suitable relative pronoun and write it down in your answer booklet a chemist الكيميائي is a person إيش بدنا هون اللي هو ضمير وصل الكيميائي هو شخص إيش أخواني who works الذي يعمل بدك ذات ذات صحيح I still remember the day أتذكر اليوم الآن إيش أخواني when I know well he is the man الآن man daughter he is the man الآن whose daughter الآن إذن the man whose daughter I know very well إذن the man whose daughter طيب الآن before you find a full-time job قبل ما تحصل على وظيفة a full-time job you could consider doing voluntary work الآن طالب مني what's the function of the underlined expression in the above sentence you could you would why don't you if I were you اللي وظيفتها إيش أخواني giving إيش هاي في آخر وحدة giving advice بمعنى أعطاء الإيش يا محترمين أعطاء النصاح giving advice الآن read the following سمي الديالوج and complete it by giving advice أعطي نصيحة I would like to get a job as a teacher of English الآن سامي بحكيله الآن بدأ أعطي نصيحة يا أما you could يا أما you would يا ما if I were you يا أما why don't you ما أعطيني هون علامة سؤال إذن ثبتت الرؤية اللي هي why don't you why don't you الآن study الآن English at university طبعا كل المحروض إنه نعرف له هذا كل مرة علينا في أعطاء اللي هي النصاح طيب الآن I began the meeting by making small talk about my interesting experiences in China خلصت الجملة إذن هون هيكون نقطة during the meeting I made sure that my voice and body language were calm and controlled I never told the joke هون اللي هي as this may not be translated هذا قد لا يترجم translated الآن يترجم correctly or could cause offense بدل هاي هتكون اللي هي C الآن المحترمين الآن the internet of things هذا اللي هون الله يرضى لي عنكم يا رب يهدي بالكم إن شاء الله هسا بأكتب أنا عليه شغالات معين عشان نكتبها هاي وما أضيع وقتكم الله يسعد لي هالمساء ويرضى لي عنكم يا رب مساء الخير يا أهل الخير المحترمين يلا الآن نرجع لسؤال الله يرضى لي عنكم يا رب رقم 6 هذا في قطعة مصدر سيتي بحكي لنا الآن مشاريع مثل مصدر سيتي would be successful in Jordan ستكون ناجحة في الأردن لو عملنا مصدر سيتي في الأردن هتكون ناجحة نكتب 3 facilities ثلاث تسهيلات خدمات مرافق facilities that are available in Jordan موجودة في الأردن ومن الممكن أن تحسن من هذا المشروع شو في شغالات في الأردن لما نيجي نحكي والله إنه مصدر سيتي في الأردن هتكون ناجحة طب شو في إشي في الأردن بيخلي مشروع زي هذا المشروع ناجح فهذا السؤال هنمر عليه الله يرضى عنكم يا رب الآن هسا بنوك تشوف جوابه وهذا السؤال الثاني هنمر عليه according to the text مايلز اللي هو ريكي مايلز لازم يستنى الآن للجوب انتريو مقابلة العمل الآن لازم يكون جاهز نقترح ثلاث نصائح tips نصائح to follow الآن يتبعها أثناء اللي هو التحضير للمقابلة شو في أشياء لازم يتبعها ويعملها لما يجي بده يجهز لمقابلة تمام ياهل الخير تمام طيب هلأ يا محترمين الله يرضى لي عنكم يهدي بالكم يا رب بنشوف الآن جواب السؤال الأول هلأ الآن المشاريع هذا السؤال اللي هو موجود في قطعة إيش حكينا اللي هي مصدر سيتي في مدينة اللي هي مصدر الآن إيش الأشياء المرافق اللي في الأردن بتخلي مشروع زي هيك ناجح الآن جوردانيان people are great thinkers and planners الآن الناس اللي في الأردن are good great thinkers مفكرين هاي الآن مفكرين و planners مخططين ممتازين هاي اللي هي من الشغلات المرافق الأشياء اللي بتساهم في إنجاح هذا المشروع لو كان الناس مش مخططين و مش مفكرين معناها شو ما جبت لهم أدوات ومعدات ما حيكون الشيء ناجح الآن جوردانيان people are able to use technology skillfully قادرين على استخدام التكنولوجيا بطريقة ممتازة الآن بتعرفوا مشروع زي مصدر سيتي هذا قائم كله بناء على التكنولوجيا بصراحة إذا ما كنا احنا قادرين على استخدام اللي هو good users يعني مستخدمين ممتازين للتكنولوجيا حيكون في ضعف الآن جوردان there are all kinds of renewable energy sources في كل أنواع renewable energy sources مصادر الطاقة renewable معناها اللي هي المتجددة مصادر الطاقة المتجددة إذن renewable energy sources مصادر الطاقة المتجددة فهذه اللي هي ثلاث أشياء بتخلي مشروع زي مدينة مصدر بتخلي شماله هذا المشروع اللي هو ناجح بنسبة مئة بالمئة تفضلوا يا محترمين إذا حابين تكتبوا الله يسعد لها المساء يا رب يلا يلا السؤال اللي بعده بالنسبة لها ريكي مايلز شو لازم يحضر اللي هو شو أوضاحها شو ظروفها شو شروطها الآن بدي أروح أقدم للمطار وأجي أسأل كم في مطار في الأردن ما بعرف ليش أحرج حالي والله وزارة الزراعة طب شو المنتجات اللي الأردن بتزراعها مثلا أو شو الأشياء المستلزمات الزراعية ما بزبطش إذا لازم يكون أعرف عن الوظيفة بدي أنا أروح أدرس توجيه طب شو فيها المادة شو خبايا المادة شو كيف المدخل شرح الدرس شو ما عمت وفي مشكلة إذا لازم أعرف عن الوظيفة أكثر وعن اللي هي الكونديشنز اللي هي شروطها هاي ترى ممكن تستخدموا النقطة هاي بأكثر من سؤال بصراحة فحافظوا عليها يعني كتير كتير ممتازة الآن إني أسأل أو أستشير الآن يستشير الآن الخبراء من هذه الناحية اللي هو ناخد رأيهم أو آراءهم بأكاونت بناخد رأيهم بعين الاعتبار الآن أنا والله مثلا على سبيل المثال بدي أروح أنا أقدم لوظيفة في وزارة الصناعة على سبيل المثال الآن بسأل أي موظف هناك بسأل الناس بعرفهم أنه شو رأيكم شو كذا بسأل الناس لهم علاقة في job interviews اللي هي مقابلات اللي هي الوظائف هاي ما هو علم قائم بذاته الآن يكون عندك ثقة بالنفس أكثر وثقتك من ثقتك بالله عز وجل ولو قرأت كل كتب الثقة اللي في الدنيا ما في مصدر ممكن أنه يوصلك لثقة كما هو حسن الظن بالله عز وجل شو مكان يكون فالآن ثقتك بالله عز وجل تتوكي رب العالمين وتو بريبار الآن أبرابر سي في أنه يكون عندك اللي هي كاريكلام فيتا جاهزة الآن سي في مش والله ذا رحت هناك أعطينا سي في لا والله أنا فلان وفلا فلان مين الآن بدك تكون جهز سي في كاملة عشان تعرف تشتغل فيها الله يرضى عنكم إمكاننا نكتب يعني مول دان تو ثري فور فايف تنجز الله يسعدكم تفضلوا يا أهل الخير يلا الآن أخواني هسا بنرجع الله يكرمكم ويهدي بالكم إن شاء الله لسؤال اللي هو القايد اللي في آخر القطعة وفي سؤالين تحت عندهم يلا الآن أخواني قايد طالب الفروع المهنية لا يحكي لي محذوف مش محذوف بتذكر وكلنا مرة أنا عليه وأخذنا احتياطا يعني يلا يسعدكم يالله يسعدكم بهاي شغلة الآن شغلة ثانية ما هو متخل للفري رايتن يعني دائما هو متخل للفري رايتن The Internet of Things Advantage اللي هي إيجابيات Disadvantage السلبيات مليون طريقة لحله وأخوك خالد في هذا التوقيت مش منظر مش جاي نظر عليك جايبنا نحل خلص الآن بإمكاني أنا أخذه من زاوية معينة شو بإمكاني أحكي أنه في كثير إيجابيات والله الآن للي هو Internet of Things الآن There are many advantages يعني أبدأ الآن بThere are many advantages في كثير advantages of the Internet of Things الآن مثل الآن Internet of Things مثل الآن Such as such as ولها جملة إسمية هلأ بجمع الأولى مع الثانية هاي اللي هون such as الآن Monitoring Health and Activities الآن الأولى هاي ING لأنني بدي أحولها الآن من فعل لإسم الآن بعدين بنحكي الآن and Controlling هاي Controlling الآن وبكملها للآخر نقطة in addition بالإضافة إلى ذلك in addition الآن the last one the last one is also آخر وحدة هي واللي هي Downloading هاي وبنكملها للآخر الآن حطينا نقطة بعدين اللي هي نكتب كلمة however أو on the other hand الآن however أو on the other hand الآن بناخذ هاي بنفس الطريقة بنفس الطريقة تماما نفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها الجملة الأولى والله العظيم والله العظيم والله العظيم إنه أنا واعي للرقم لأني حلفت يمين يعني مش سهل والله يا محترمين فيما لا يقل عن عشر طرق لكتابة هذا الموضوع بس الآن أتوقع على الإش المتعودين عليه أظن هاي هي أنسب طريقة أتوقع وسلامة عمركم على بإمكان أنا أخذ هاي كل الإيجابيات مع بعض أجمعهم وربعض كذا فاصلة and كذا بعدين on the other hand هاي هاي بدي جملتين at the end of the day الآن هون في جملة من الجمل I won salesperson of the year award الآن المفروض هاي تكون حروف كلها كبيرة مش مشكلة الآن أو هاي اللي هي الأس هذا لقب كان الشخص بياع سنة 2013 إذن هاي تعتبر إيش هاي skills and achievements هل هذا اسم؟ لا هاي skills and achievements وين مر علينا أشياء زي كوريفرالس وبرسنل أتريبيوت الآن كل مر علينا هذا في الوحدة السادسة موجود الله يرضى عنكم يارب في سؤال تمرين هناك وحكيت عنه مليون مرة مهم الآن هون لما أحكي أنا والله أنا كنت كابتن والله للفريق الفلاني إذن هاي skills مهارات وعشيبمنت الآن سميرة رحال the director in my current job أي والله بديك تسأل عني اسأل عني سميرة رحال شو بتشتغل هاي مديرة في شغلة الحالية في عمل الحالي إذن هذا رفرنس شو معناها رفرنس هاي اللي هو الشخص الإيش أخواني الشخص المعرف الشخص اللي هو المعرف الآن I am very أنا كذا شغال هذا عبارة عن إشي اسمه personal attributes اللي هي إيش إخواني اللي هي صفات الشخصية personal attributes صفات شخصية الآن بس نعرف هذول الله يرضى لي عنكم يا رب ويسعدكم إن شاء الله هاي اللي هون الجزئيات الأصل إنه ما نسأل أسئلة زي هاي نهيا الآن كان مرات الآن في مرات إشي قريب من هيك الآن في أسئلة أيام الكورونا وكان فش أصلا الطالب ما يكتب مواضيع إن شاء كله كتابات زي هيك لكن ننتبه شوي الآن سهلة جدا مش حفظ بس أفهم أن فهم structuring a paragraph الآن لما أنا أجي بدي أنا أركب الآن وأضبط تركيبة الفقرة يعني تركيبة صحيحة للفقرة تركيبة صحيحة تركيبة الفقرة الصحيحة شو محتوياته وشو وضحة بالظبط الآن كل فقرة لازم تغطي فكرة سهلة شو بدي أحفظ فيها مش حفظ ما يقول رح يقول لك سمع تغطي فكرة طيب إذن كل فقرة لازم تغطي لها فكرة كل الفقرة فيها فكرة رئيسية الآن introduce the topic in the first sentence بدك تقدم موضوعك في أول جملة في كل فقرة بداية كل فقرة لازم تكون جملة اللي بتقدمها اللي اسمها topic sentence topic sentence اللي هي الجملة الرئيسية وين بتكون هاي موجودة في أول جملة في كل فقرة اسمها topic sentence طيب الآن explain your ideas وضح أفكارك in more detail بتفاصيل أكثر في الجملة اللي بعدها مش قولنا اللي هي الفكرة الفكرة الرئيسية في الجملة الأولى صح الآن بعد الجملة الأولى الآن بإمكانك اللي هو إيش توضح اللي هو فيه تفاصيل more detail تفاصيل أكثر هلأ سمرا يزلخص وكونكلود انهي أفكارك in the last sentence of the paragraph الآن اللي هي في آخر آخر اللي هي جملة في الفقرة إذن آخر شيء بيكون فيه اللي هو سمري ملخص وكونكلوجين اللي هي الخلاص الله يرضى عنكم يا رب يهد بالكم طيب الآن skimming أنا بدي أقرأ عندي كتاب عندي قطعة كاملة بدي أعملها skimming يعني skimming يعني اللي هو قراءة سريعة يعني قراءة سريعة الآن to write a summary إذا بدي أنا أكتب ملخص you need to become لازم تكون فنان وشاطر ومحترف يعني في تلخيص اللي هو important material طيب شو أسوي explain the content وضح اللي هو content محتوى in no more than two sentences no more than مش أكثر من جملتين مش أكثر من جملتين in no more than two sentences مش أكثر من جملتين بدي ألخص الآن المحتوى كله مش أكثر من جملتين طيب الآن أكتب كلمات keywords كلمات رئيسية اللي أنت بدك تحكي فيها كيف لما كنا نعمل خلاصات القطع بحطها كلمات مفتاحية رئيسية keywords الكلمات الرئيسية الآن read it again اقرأه مرة ثانية and lightly cross out وشطب على repeated information الآن شطب على repeated اللي هي المكررة أي شيء مكرر ليش أنت خلاص بدك الكلمات الرئيسية يعني الآن note down one sentence الآن to represent each paragraph أنت بدك تحط اللي هي keywords إذا note down one sentence اللي هي جملة جملة وحدة to represent each paragraph الآن اللي تمثل كل فقرة إنه أتذكر والله هاي كنا نحكي مثلا في قطع معينة مثلا في مصدر ستي هاي بتحكي عن energy sources هاي بتحكي مثلا عن current residents هاي بتحكي عن criticism سبب اللي هو الانتقاد مثلا الآن create a thesis statement اللي هي جملة رئيسية to start your summary الآن go through the sentences you have written and write a general statement that explains the main idea الآن create a thesis statement الجملة الرئيسية to start your summary عشان تبدأ في الملخص تعك يعني شغلات عامة يعني هاي مش إنه شيء معين منه مثلا تفصيلي أو شيء شغلات هيك بشكل عام الله يرضى لي عنكم يا رب ويسعدكم هاي قراءة بس هاي الشغلات اللي مرضيت عليها وسلامة عماركم هلاء مواضيع الانشاهاي حكينا يعني إن شاء الله إن شاء الله يا رب يكون جهدنا حشا ربي أن يضيع لنا تعبا كلنا إن شاء الله تعالى وسلامة عماركم الله يرضى عنكم يا رب take into consideration هذا اللي هون معناه يؤخذ بعلاع تبار هذا مصطلح مهم take into consideration هذا اللي هو موضوع عن الإكنومي عن الاقتصاد والإمبورتس والإكسبورتس الله يرضى عنكم هون الاستراتيجيات اللي الطلاب لازم يأخذوها فيها الاعتبار الآن while planning to enroll into a university إنه بدو ينضم لجامعة معينة وهاي اللي هون الله يرضى عنكم اللي هو learning for the language الآن وأحمي التعلم اللي هي لغة the limits of my language are the limits of my world الآن حدود لغتية حدود الآن عالمي كل ما بعرف لغات أكثر بعرف أتعمق في اللغات أكثر كل ما عالمي وأفقي اللي هو الأفق اللي هو السفير كل ما السفير الأفق ماله يا إخواني يتسع أكثر فأكثر أو سلامة أعماركم الله يرضى عنكم يا رب الآن طلاب المحترمين الله يوفقكم يهدي بالكم إن شاء الله تعالى الآن ما في لا وداع ولا في شيء ليش لأنه في نموذجين الفروع المهنية حاولوا طلاب الفروع الأكاديمية تمروا عليهم الآن وطالب الفروع المهنية اللي حضر هذا تذكر أنه في لك اثنين خاص نص للوحدة الرابعة والتاسعة والعشر الله يرضى عنكم يا رب طلابي موفقين إن شاء الله الله يسر أموركم يا رب أودعكم الله يعلم بدكم تكملوا تكملوا النماذج أودعكم الله يعلم أنني أود لقاكم والخلود إليكم فما عنقلا كان تفرقوا إنما دواعا تبدت فالسلام عليكم الآن استودعتكم ربي الذي لا تضيع عنده وديع أنتم الله يحفظكم يحفظ حفظكم ربي كريم قادر على كل شيء الله يسعد هالمساء ويرضى عنكم يا رب وهالصباح إن شاء الله